أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن خالص ترحبه بالمشاركات الخليجية المتميزة في إكسبو 2020 دبي مؤكدا أن الحضور الخليجية البارز في الحدث العالمي الكبير ومع أول انعقاد لا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا يمثل نافذة مهمة يطلع منها العالم على ثقافتنا الخليجية الأصيلة وتراثنا العريق وحضارتنا الضاربة بجذورها في عمق التاريخ جاء ذلك خلال زيارة سمو لأجنحات البحرين وقطر والكويت إضافتان إلى جمهورية روسيا الاتحادية قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم بزيارة إلى مقر إكسبو 2020 دبي في ثالث أيام من عقاده وشملت الزيارة فقد اجنحة عدد من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة وهي مملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية روسيا الاتحادية واخلال الزيارة قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومرافقيه بجولة للجناح الذي تشارك به مملكة البحرين الشقيقة اطلع سموه على محتوى الجناح الذي يقع في منطقة الفرص ويستعرض مفهوم الكثافة اذ يعرف عن المملكة بانها صاحبة احد اعلى معدلات الكثافة السكانية في العالم ودورها كعامل محفز لخلق فرص واعدة خلال تصميم هندسي مبتكر يعكس روح المستقبل التي يسعى اكسبو لرسم ملامحه مع اجتماع الطاقات المبدعة من مختلف انحاء المنطقة والعالم تحت سقف واحد في دبي كما حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على زيارة جناح دولة قطر الشقيقة في اكسبو 2020 دبي حيث طلع سموه على تفاصيل المشاركة القطرية من خلال جناحها الذي يحمل شعار المستقبل الآن والمقام في منطقة الفرص والذي تلقي من خلاله الضوء على الانجازات المتحققة في ضوء الرؤية الوطنية 2030 وزار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم ومرافقه كذلك جناح دولة الكويت الشقيقة حيث شهد سموه المحتوى المتميز الذي يضمه الجناح المقام تحت شعار كويت جديدة فرص جديدة للاستدامة والذي هدفت منه الكويت إلى التأكيد على مجموعة من الرسائل المهمة في مقدمتها ترسيخ مفاهيم الحفاظ البيئي والاستدامة تماشيا مع رؤية كويت جديدة 2035 حيث جاء مبنى الجناح مترجما لهذه الرؤية وذلك التوجه مع تشييده باستخدام مواد قابل لإعادة التدوير وشاهد صاحب السمو خلال الزيارة الشاشة البانورامية الضخمة التي تتصدر الجناح ويتم من خلالها استعراض محطات مهمة في تاريخ دولة الكويت الشقيقة واستمع إلى شرح حول المشاركة الكويتية المتميزة التي تعد من أكبر المشاركات الخارجية لدولة الكويت الشقيقة من حيث الحجم ومستوى الفعاليات ومن خلال الجناح المشيد في منطقات الاستدامة في أكسبو 2020 دبي كما شملت جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم في معرض أكسبو 2020 دبي جناح جمهورية روسيا الاتحادية والذي اختارت له شعار العقل الإبداعي تحديد المستقبل حيث طلع سموه على ما يضمنه الجناح من محتوى يجمع بين الطابع الترويجي للفرص الاقتصادية والاستثمارية والتعريف بالتراث والثقافة الروسية وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم عن تقديره لكل ما شاهده من فكر مبدع وأفكار متطورة في اتجاه توثيق الصلة بين ماضي الشعوب وحاضرها من أجل رسم ملامح المستقبل الواعد الذي يمكنها من ارتقاء أعلى مراتب التقدم والازدهار ترجمة نانسي قنقر